اهلا بكم بشاهدين الكرام واصعد الله مساءكم في اطلال خاصة ضمن تنافس سبعة قوائم على مجلس بلدية الكرم بالتأكيد في المرحلة الثانية لانتخابات الايهاات المحلية على مستوى الوطن وفي هذه الاطلالة وفي هذا الحديث وفي هذا الاطار تنطلق قائمة التغيير الديمقراطي برؤية واضحة ورسالة تحملها وأهداف تسعى إلى تحقيقها من خلال الرقم خمسة الذي تحمله هذه القائمة بالتأكيد لتنافس بقية القوائم ببرنامج انتخابي برؤية واضحة وبمشاريع حدة بالتأكيد تقع ضمن مسؤولياتها وضمن أهدافها الموضوعة في هذا الخصوص وفي هذا الموضوع وتحت شعار تول كرم تستحق التغيير نلتق اليوم بممثلي قائمة التغيير الديمقراطي الرقم خمسة في استوديو الفجر بالتأكيد يتعدنا أن نتشرف بهم الأستاذة تمام الزرعي أهلا وسهلا فيك وأيضا المهندس أيام صدوق أهلا بك يعني بداية أستاذ تمام إذا معرفنا المشاهدين بحضرتك الكريمة إذا سمحتين أولا شكرا لكم كتير على هذا اللقاء بحب أعرف على نفسي أولا أنا اسمي تمام الزرعي أحمل شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة النجاح الوطنية وأحمل شهادة الماجستير في الديمقراطية وحقوق الإنسان من جامعة بيرزيت عملت أول ما عملت في بلدية طول كريم في الإدارة العامة للبلدية لمدة طويلة يعني يمكن 15 سنة وبعدها انتقلت إلى إدارة دائرة باسم دائرة المشاركة المجتمعية وكنت مديرة إلها إلى حين انتهت من العمل يعني طلب التقاعد مبكر لسنوات طويلة أنا حاصلة على عدة دورات في تأهيل المؤسسات وفي العمل المؤسسي وتطويرها والتي أوتي وإلى غير ذلك من هاي الأمور ومرشح هذا من قائمة التغيير الديمقراطي رقم 3 إن شاء الله بنأمل إنه نوصل لبلدية ونعمل التغيير المطلوب كل التوفيق شكرا بتأكد أهلا وسهلا فيك سيدنا ننتقل إلى المهندس أيام أيضا مرشح في قائمة التغيير الديمقراطي إذا معرفتنا عن نفسك أهلا فيكم وبشكر تلفزيون الفجر الجديد على هاي الاستضافة الرائعة بالبقى طبعا أنا المهندس أيام أحمد صدوق ابن مدينة طول كرم الحبيبة حاصل على درجة البكالوريس في هندس الاتصالات من جامعة اليارموك وحاصل على درجة الماجستير في هندس الكهربائية تخصص اتصالات لاسليتكية من جامعة العلوم التكنولوجيا عملت في البداية كمحاضر في جامعة العلوم التكنولوجيا من 2016 إلى 2019 وعملت أيضا بالتوازي مع هاي الوظيفة كمحاضر أيضا في مشروع لاي فاي كاستشاري في مشروع لاي فاي وهو نقل البيانات الرقمية عبر أضمن ضبط الضغط العالي في شركة Zero One أيضا حاصل على الشهادات الدولية في الاتصالات اللاسلكية وفي حماية الشبكات مثل شركة سيسكو CCNA وCCMB وCCIE وأيضا مدرب معتمد من قبل الشركة أيضا حاصل على دورات في السايبر سيكوريتي وشركة جونيبر أيضا عملت في الأردن مدة سنتين في شركة التوزيع للكهرباء أهلا وسهلا فيك باش مهندس ما شاء الله يعني خبرات عديدة وسيرة ذاتية رائعة بتأكيد يعني بداية أستاذ تمام يعني نبدأ الحديث وإياك حول ما قبل الخوض في تفاصيل البرنامج الانتخابي والمشاريع يعني بطاقة تعرفية عن هذه القائمة والتي تحمل شعار تلكرم تستحق التغيير نعم قائمة التغيير الديمقراطي أول إشي إحنا اسمها قائمة التغيير الديمقراطي تشكلت هذه القائمة من مجموعة من الكفاءات والاختصاصات من أبناء البلد من ذوي الكفاءات المختلفة والأعمار المختلفة يعني عنا خبرات منيحة وعنا شباب مؤهلين زي ما سمعت من حضرتك من الأخ القائمة تحمل رؤية وتحمل هدف عمل مختلف يقوم على أنه التغيير مش كلمة إحنا اخترناها التغيير سوف يكون منهج عمل سوف يكون منهج عمل إنا والتغيير هذا سيكون وفق خطط إحنا عملناها وفق البرنامج اللي بين إيديكم وبين إيدين الناس التغيير هذا مش مجرد تغيير شخص من أعضاء المجلس البلدي مع احترامي لكل أعضاء المجلس البلدي السابقين واللاحقين يعني مش بس من نغير إحنا أشخاص ونمشي على نفس المنهج نعم إحنا من نغير المنهج من نغير السياسة هذه التغيير سوف يكون ورح حكي فيما بعد بالتفصيل التغيير داخلي وخارجي ولكن إحنا بنا نعمل على التغيير هذا إضافة لأنه البرنامج هذا اللي حكيت عنه نعمل بطريقة علمية جيدة نعمل بالطريقة بالشراكة مع المجتمع المحلي ونعمل بعد عدة لقاءات مع مكونات المجتمع المحلي وبالشراكة وبالتخطيط المسبق وعليه إحنا نعمل إنه نعمل في البلدية وفق خطط مش عمل يعني هيك إضافة لأنه نؤمن إحنا جدا إحنا وحدويين نؤمن بالشراكة نؤمن بالعمل المشترك نؤمن إنه المجلس بكافة مكوناته إنه يكون هدفه الأوحد هو مصلحة المدينة نؤمن بالعمل المشترك داخل كل مكونات المجلس البلدي نعم من كل الكتل اللي بدها تفوز إن شاء الله وإزا إحنا قدر إنا إنه نفوز سوف يكون قراراتنا يعني مخطط إلها لن نتسرع في اتخاذ القرارات ستكون قراراتنا مستقلة ستكون بعيدة عن اللون الواحد اللي عنينا منه كتير بالإضافة إلى زي ما قلتلك بالتعاون مع شركائنا في المجلس البلدي هذا كتير مهم بشكل وحدوي المصلحة الوحيدة رح تكون هي مصلحة طول كريم قدامنا مش مصلحة فقوية مش مصلحة حزبية مش مصلحة شخصية نعم كل الاحترام يعني أشكرك أستاذ تمام أنت قدر المهندسة أيام مهندسة أيام يعني كونك شاب وأيضا يعني أشرتم إلى وجود الشباب في قائمة التغيير الديموقراطي يعني لا شك أنه كان لهم حصة في برنامجكم الانتخابي ويعني أولوية واهتمام كيف يعني وضعتم الشباب نصب أعينكم في برنامجكم الانتخابي بداية طبعا الشباب زي ما بنعرفهم رأس مالنا الحقيقي خاصة أن احنا بنعاني من الاحتلال والاحتلال هذا بمكننا أن احنا ما نستفيد من أي ثروة طبيعية هنا فبالتالي احنا لازم نستثمر فيهم في مجال التنمية في مجال التعليم في مجال توفير فرص عمل أيضا في مجال حمايتهم ببرامج توعوية أيضا ممكن نحنا نوفر لهم منشآت ثقافية ورياضية التي ترفيها عن أنفسهم أيضا ممكن أن نفتح صالات جديدة في الضواحي وأيضا بدنا نكون عارفين أنه في عنا 58% تقريبا بنسبة البطالة فبالتالي البطالة بتكون الأغلب من الشباب لأن الشباب هو العنصر والفاعل وهو الطاقة الكاملة في بناء أي مجتمع فإحنا إذا إحنا ما اهتمينا بالطاقة هذه الكاملة اللي ممكن تتفجر وتخدم مدينتنا الحبيبة إذن يعني وضعنا وضع الشباب في هذه المدينة في مدينة الطول كرم لازم يتم تحسينه وهذا الشيء عندما كنا بتشكيل قائمة أنه يكون فيها عنصر شبابي يمتلك قدرات ويمتلك مهلات تمكنه من اتخاذ القرارات لأنه إحنا نشوف يعني في دوائرنا وفي كثير في مؤسساتنا أنه غياب الشباب يعني في المجالس اللي خلينا نقول العليا والإدارية لا بالعكس إحنا لازم نأهلهم لحتى يأخذوا دور قيادي رائد في هذه المدينة لأنه زي ما حكينا هم فعليا هم اللي بنتلكوا الطاقة الطاقة عندما تكون موجود الطاقة عند الإنسان تمكنه من القيام بواجباته ومسؤولياته بتأكد نعم أستاذ تمام يعني هناك الكثير من النقاط الهامة التي يجب طرحها لكن يعني كمؤسسة البلدية بعيدا عن دورها المجتمعي وخدمة المواطن هل لها أيضا يعني خطة واضحة لديكم أو تفكير كإصلاح ممكن أو كتغيير في النهج اللي تفضلت فيه وحكيتي فيه بداية كإصلاح إداري مالي ووظيفي نعم شكرا على السؤال نعم التغيير زي ما قلتلك تغيير داخلي وتغيير خارجي التغيير الداخلي يضمن المؤسسة المؤسسة بموظفينها بداية أنا بحي موظفين البلدية كلهم بصفتي أنا زميلتهم هدولا إخواني أصدقائي زملائي زميلاتي وزملائي عشت معهم سنين طويلة أعرفهم واحد واحد أعرف أعمالهم أعرف مؤهلاتهم بعرف إمكانياتهم بعرف مشاكلهم وبالتالي يعني أنا عندي القدرة أني أتكلم بهذا الموضوع براحة بالنسبة للموظفين البلدية وتأهيل الموظفين البلدية موظفين بلدية طول كريم ابت أنتو بتعرفوا وكل ناس تعرف أنه فيها عدد كبير من الموظفين هذا العدد الكبير من الموظفين إحنا بحاجة له بحاجة لكل إيد في البلدية سواء كانوا مؤهلين أو عمال أو مهرة إيش ما كانوا البلد كبيرة البلد بحاجة لعمل إحنا بحاجة لهدول بس بدنا نشتغل معاهم وعليهم بدنا نشتغل معاهم وبندنا نشتغل نطورهم بهذا الموضوع بدنا نحكي عن مبدأ عدة نقاط أول إشي مبدأ تكافؤ الفرص في التعيين نعم يعني إحنا أنا عاشت في البلدية فترة طويلة يعني بدنا نحاول إننا ندخل مبدأ الشفافية والنزافة في عمليات التعيين وتكافؤ الفرص الإعلان عن الوظائف المقابلات التكافؤ الفرص هذا في مسألة التوظيف المسألة الثانية الموظفين الموجودين أصلا ممكن إن نعملهم تأهيل ممكن إن نعملهم دورات تدريبية تأهيلية بعدين الحوار مع الموظفين مهم جدا يعني في موظفين يعني في طاقات كبيرة في شهادات عليا مش ماخدين دورهم تماما في تهميش في الإدارة في تهميش لبعض الكفاءات لا بدي إياها بدي أستغلها بدي أشوفها إضافة لشغلة تانية اعتماد الكفاءة في التدرج الوظيفة في البلدية يعني أنا موظف عندي دعتمد كفاءته يصير من موظف لرئيس قسم لمدير أنا ما بنفع أنا أكون في البلدية لعشرين سنة وأحمل شهادة منيحة إنه يجي بالبرشوت علي مدير نتيجة أشياء معينة نعم لازم راعي الكفاءة والنزاهة في التدرج الوظيفة داخل البلدية إضافة لأنه إذا أحسنت استغلال مؤهلات هدول الموظفين وأعادت تأهينهم بما يضمن رضاهم الوظيفة راحتهم هذا بلا شك سينعكس على خدمات البلدية وسينعكس وسينمس المواطن إذا الموظف أدى وظيفته براحة بطمئنان قدرت علمه أنا قدرت شغله سينعكس هذا على عمله وإنتاجيته طبعا وهذا عمله سينعكس على الشارع أو على المواطن لأنه إحنا زي ما قلت لك إحنا مؤسسة خدماتية كل ما إن الموظف أدى كل ما نعكس هذا على الموضوع المسألة الثانية اللي بدأ أحكيها المسألة المالية يعني مسألة الموظفين حكينا فيها إداريا طبعا أسا مسألة مالية البلدية مؤسسة تملك الكثير من الموارد وهذا معروف فيه موارد دخل على البلدية منيحة عندنا رخص الأبنية رخص المعارف عندنا الكهرباء الماء الإجارات فيه دخل إذا زي ما أقول أعيد أو إذا زي ما أقول نعم يعني تنظيم العملية المالية العملية المالية و إدارتهم مالية شكرا كتير إدارة هذا الدخل بشكل جيد أكيد برضو سينعكس على خدمات سينعكس على جودة الخدمات يعني مثلا عندنا الرخص الأبنية الرخص الأبنية هاي ثروة يعني بتدر علينا ليه ما نتبعها يعني في عنا إحنا مباني ممكن أنها تكون بدون أمش مدفوع رسوم الترخيص ما نتبعها ديون هات برضو إحنا مناش نتقل على المواطن نقول له إدفع إدفعها بس لا في حقوق لازم أنت تدفعها كمان بدك خدمة برضو إنت لازم تدفع خاصة ممكن أنه أستاذ تمام أنه البلدية هي أيضا يعني أحيانا يعني لديها الكثير من المصاريف اللي بتتوجب عليها طبعا وبالتالي يعني استثمارها في الإيرادات الدخل هذا إحنا منصرفه على ما هو دخل البلدية منصرفه على تحسين الخدمات طبعا يعني هذا الدخل ما هو ما إحنا ما بنحطه في البنوك يعني طبعا هذا بنعكس على الخدمات فبالتالي الإدارة المالية للبلدية إذا حسنت يعني بشكل أكيد ستحسن جودة الخدمة وهذا هي يعني الإصلاح المالي يعني الآن بالنسبة لل شو اسمه لا ننكر إنه هناك يعني في دوائر في البلدية جيدة ما بحبش كل شي يكون سلبة إحنا عنا دوائر تعمل جيدا في عنا دائرة المعارف مثلا في البلدية عندها دخل ودخل منيح كله مصروف على المدارس هذا وتحسين المدارس وأنتو بتعرفوا إنه مدارس طول كرم من أحسن مدارس الضف صدقا يعني كشكل وصيانة دائرة المعارف داخلها مستقل وقائمة بواجبها بدنا نعمل على تحسينها أكتر وأكتر في سبيل تحسين البيئة الدراسية ومشاركة المجتمع المحلي يريد المجتمع المحلي برضو يشارك يعني فيه مدن بالضف يعني بتلاقي المجتمع المحلي في موضوع المدارس كتير بعطي يعني بتلاقيهم داعمين داعمين جدا فإحنا يعني مش مقصرين دائرة المعارف بالعكس يعني قائمة بواجبها معنا أكمل الواج ونطمح أن المجتمع المحلي يساعد وإحنا اللي بقدي جيدا برضو من واجبنا إننا نشكره كل الاحترام يعني من التغيير الداخلي ننتقل إلى التغيير الخارج والديهم المواطن الكرمي اليوم ومن أبرز ممكن الأزمات مهندس أيام اللي بعاني منها المواطن الكرمي في عدة تقارير تم إعدادها هي الأزمة المرورية في تول كرم فعليا يعني هل كان في هناك اهتمام من قبلكم في معالجة هذه القضية أو وضع ممكن الخطط لحلها أو التخفيف من إشكاليتها نعم شكرا لهذا السؤال لأنه صدقا من أحد المشاكل المهمة اللي بتمر فيها مدينة تول كرم اللي هي مشكلة المرور إحنا بنعالم مشاكل خانقة يعني مشاكل مرورية خانقة في تول كرم يعني السيارات إذا بدك توصل مشوار بسيط بدك تقريبا نص ساعة أو أكثر يعني وخاصة بعد التعديلات اللي صارت يعني هو حاوله لكن كان فيه إخفاقات يجب مراجعتها والتدقيق فيها الآن إحنا طبعا يعني هعالج أو أحكي عن عن البرنامج الانتخاب بما يخص المرور في عدة أمور هحكيها طبعا المشكلات كحلول تمام أول شيء قبل قبل ما إنه نكون بعمل المفروض طبعا قبل ما إنه يكون أي حدا بديه يعمل مثلا تصريح لبناية مثلا أو منشئة معينة المفروض يكون فيه تدقيق تمام تمحيص إنه المفروض يكون هاي البناية فيها كراج صحيح موقف طبعا موقف لها وكراج خاص إنه فعليا تخفف هاي الأزمة هاي شغلة شغلة تانية مدينة طول كرم مثلها مثل باقي المدن يعني بتستهل إنه يكون في عندها مجمعات مثل باقي المدن إحنا عنا المجمع يعني كنا بنشوف المجمعات كيف يعني كل السيارات في ساحة معينة لكن لو رحنا على مدن ثاني بنلاقيها طوابق مظبوط طبعا سرفيس بمكان معين مثلا سرفيس طول كرم جنين كذا بمكان ثاني فطوابق مختلفة طيب إحنا ليش إحنا بإيش مدينة طول كرم إيش الإشي اللي بنقصها لحتى إنها ما تملك هاي الإشي نعم هاي الإشي فقط بحتاج هاي الأمور فقط تحتاج لدراسة في قسم إلها يكون فيه خبرات تدرس إمكانية وإيجاد مجمعات بهذه الشكل وبهذه الكيفية لحتى تخفف من الأزمات الخانقة أيضا طبعا هذا الإشي احنا بنتمنى يصير فيه من خلال برنامج الانتخاب بنتمنى إنه نحققه في المراحل لاحق لأنه صدقا من أهم المشاكل والأمور المعيقة للمواطن الكرمي طبعا بالتأكيد يعني عفوا أستاذ تمام يعني تفضلتي وتطرقتي بشكل قليل عن المشاركة المجتمعية وكثير ما نسمع يعني انطلاق وانبثاق عن المجالس البلدية أو مجالس الهيئة المحلية لجان مسائلة مجتمعية شراكة مجتمعية لكن يعني هل في هناك رؤية لديكم بشيء جديد يطرح على المستوى الكرمي أو بالنسبة للمجتمع الكرمي تحت إطار المشاركة المجتمعية نعم المجاركة المجتمعية جزء كتير مهم في عمل المجلس البلدي احنا بدنا يعني اضافة لما قيل انه من تشكيل لجان مساندة للمجلس البلدي مش غلط لانها هاي كتير بتساعد في حل المشاكل يعني البلد فيها كفاءات كتير ليه ما نستغلها يعني المجلس البلدي احيانا يعني بيكون مش عدم قادر يعني بحاجة الى المساعدة في حل المشاكل مثلا مجلس استشاري في عنا من كافة التخصصات سواء كانت هندسية سواء كانت محاسبية مالية بحاجة هذي هذي نقاط المشاركة المجتمعية بشكل عام اللي انطرحت الكل وانا من مؤيدينها جدا يعني لجان الأحياء هذي لجان الأحياء كتير مهمة نعم في مساندة المجلس البلدي حتى لجان الشباب المجالس كله هذي مهم القطاعات كلها مهمة إلا أنا بدنا نقدم البلد ككل يعني بكل فئاتها بكل فئاتها هالإضافة لهون في عنا بدنا نكرس مبدأ الشفافية والإفصاح من قبل هادسة هذا بعد ما ينتخب المجلس البلدي ويبدأ أعماله لازم يبدأ أعماله وفق مبدأ شفافية ونزاهة وإفصاح سياسة الإفصاح مهمة جدا للناس من حق المواطن أنه يعرف يعرف شو بدور في المجلس البلدي قرارات المجلس البلدي أموال المجلس البلدي فبداية أنا رأي أو نرى نرى سوري أنه عند إعداد الموازنة قبل إعداد الموازنة يعني كان ممكن أنه يصير عملية اجتماعات مع اللجان الأحياء مع المجلس الاستشاري وناخد المشاريع من الناس هادي عند إعداد الموازنات مع بداية كل سنة نشوف الأولويات مهم وبناء عليها تنحط في الموازنة يعني الأولويات هادي هادي الشارع معين إضاءة أرصفة إيش مكان خدمات وهاي تنظر إليها بعين الأولوية مهم يعني مثلا أنا ما أحط الموازنة بشكل عشوائي يعني أنا أحط كلفة عشرات الألوف أو مئات الألوف من الشواكل على الشارع مثلا لاسين وصاد أو إيش لأي اعتبار نعم وأترك أنا نص البلد وأترك شوارع حيوية بهال الشكل هادي لا أنا ممكن بطريقة المشاركة هاي إني أنا أحط أولويات وبنفس الوقت أنا في عندي مناطق مهمش كتير ما حدا بيدر عنها يعني مثلا في عندي مناطق أراضي بيدها شوارع أراضي زراعية بحاجة لشوارع لازم أنا أنتبه لها هدول ما حدا بيدر عنها ليه لأنهم ما قلهم حدا في المجلس البلدي أو أنه ما بنوصلهم ما بنعرف عنهم هدول لما نعمل لجان أحياء إحنا ومجلس استشاري هدول العالم رح يكونوا موجودين حتى لو ما فيه حدا يمثلهم في المجلس البلدي نعم هادي نقطة النقطة الأخرى يعني إمانا بالعمل المسألة المشاركة المجتمعية ومسألة الإفصاح فيه من ضمن مدونة المشاركة المجتمعية لعملتها وزارة الحكم نحلي في إحدى المرات أنه لا مانع من دعوة بعض الكفاءات أو الأشخاص لحضور جلسات المجلس البلدي بما لا يزيد عن عق 15 شخص ممكن جدا يحضر المجلس بدون حق بالمناقشة أو التصويت ولكن هدول بحضروا الاجتماع المجلس البلدي ومناقشة الموضوع بتكون على مرأة ومسمع منهم بحيث أنه هدول العالم بتيجي في مسألة المساءلة فيما بعد يعني أنت كعضو مجلس البلدي أنا كمواطن انتخبتك من حقي أسألك من حقي أشوف شو بتعمل ومن حقي شو بتناقشوا إضافة لشغلة ثانية أنه ممكن نطرحها اللي هي ممكن أن نبث جلسات المجلس البلدي بشكل مباشر مش كل المجلسات يعني مرة أو مرتين بالشهر وحصلت حصلت إحدى المرة في بلدية رام الله أنهم كانوا يبثوا جلسات المجلس البلدي بالتعاون مع التلفزيونات المحلية وهذا يعني مش عيب طبعا عندنا البرلمانات الدولية تبث تبث اجتماعاتها شو المشكلة لو نبث المجلس البلدي على الملأ نشوف الاجتماع ما في مشكلة ما عندنا الموازنات بعد إقرارها تنتشر على صفحة البلدية الإلكترونية من حق المواطن يعرف يقرأ مش بس أنشر الصفحة الأولى إرادات ومصروفات لا بدي الموازنة بالتفصيل في عندك صفحة البلدية الإلكترونية بنشر الموازنة وهذه متبع عالميا صار يعني أكبر الدول وأكبر المؤسسات بتنشر موازناتها من ضمن الشفافية والنزاهة وعلى شان المواطن ما يقول لي أنا بدفع لك وان رحت في فلوسي صحيح تفضل هاي فلوسك في بنود الموازنة بس هي قلة الثقة في المؤسسة جاد من قلة التواصل يعني إحنا المجالس السابقة للأسف بعد ما توصل زي ما تقول تقطع صلطها في المواطن هذه مشكلة اللي بسبب عدم ثقة المواطن في المجلس أني أنا ببقاش على تواصل معه شوفي هم الانتخابات اللي قبل أديش أنا بتواصل وبروح وباجي وبعرف كل الناس بعد ما تخلص الانتخابات كأني بقطع حبل الصلة هذا لا نحنا لأنه نحنا نهجنا مختلف وشعارنا مختلف كتير كتير بنركز على هذا وهناك تغير أنه هناك راح تغير أنا المواطن هذا عندي أنا مريد أشتغله أنا جاي بصوته أنا اللي وصلني صوته نعم فبالتالي حقه علي أن أنا أشتغله حقه علي أن أعرفه أنا ما بدي المواطن يجي يقولي أنا بتفعلك كهرباء زي لما تقطع الكهرباء أنا بتروح بفلوس لا أنا بعرض عليك موازنتي بعرض عليك مشاريعي نعم فضل هاي فلوسك كل الاحترام يعني مهندسة أيام في جانب آخر وجانب مهم وفئة جدا مهمة في مجتمعنا الكرمي فئة ذوي الإعاقة يعني فعليا كيف يعني تولون اهتمام لهذه الفئة اللي بتمتلك قدرات تمتلك إمكانيات لكن هي بحاجة في المجتمع الكرمي إلى مساندة إلى دعم إلى تسهيل حياة في مختلف مرافق المجتمع الكرمي تمام هلأ بالنسبة لذوي الإعاقة المفروض قبل يعني برنامجنا الانتخابي وعطناهم طبعا صلة مهتمامنا لأنه بالبداية المفروض يعني من قبل أعطاء ترخيص لأي منشأة تمام سواء كان منشأة بلدية أو مثلا مؤسسة حكومية نعم المفروض تكون موائمة لذوي الإحتياجات الخاصة لذوي الإعاقة لأنه طبعا فعليا هذا الإشي بساعدهم وبسهل عليهم ظروف الحياة وبسهل عليهم أنهم يأخذوا احتياجاتهم لا بحتياجاتهم بالطريقة اللي بشوفوها اللي بتكون صحيحة تمام الشغلة الثانية 5% المفروض من أي مؤسسة يكون أن 5% منها من الموظفين يكونوا من ذوي الإعاقة هذا الإشي ما احنا ما بنشوفه يعني في الواقع تمام فلكن المفروض أنه يطيم تطبيق هذا النهج إن شاء الله بإذن الله إنه إذا كان في إلنا مجال في المجلس بلدي القادم إنه حنحرص على هاي النقطة تمام الشغلة الثالثة المفروض مساندة المؤسسات والقيام بتسهيلات لوجستية لذوي الإعاقة تمام أيضا يعني بالجانب آخر ذوي الإعاقة فيه كمان اللي هم المرضى اللي مرضى النفسي النفسي من نحكي عنه مرضى نفسي ممكن نسميه أيضا ذوي إعاقة إنه عنده مشاكل نفسية هذا عنده احتياج معين أيضا إحنا مهملين هذا الجانب مع إنه عندهم قدرات خارقة أحيانا بتقول وإحنا كنا أغلبنا بيعرف يعني أضرب مثال بسيطة على هذا الموضوع جون ناش هو اللي أوجد علم القيم ثوري في العالم تمام وهو إنسان كان بعاني من أوتزم توحد تمام هو أوجد علم القيم ثوري وسباق التسلح والأشياء الأخرى في العالم كله هو أول إنسان وضع هاي البذر لهذه الأمور أو هذا الموضوع فبتالي هم يمتلكوا الكدرات فإحنا إذا أعطناهم دورات أهلناهم تركنا لهم المجال لهم يثبت وجودهم وقدراتهم ممكن إنه يطلع منهم يعني المجال اللي ممكن من خلاله يقدموا ويخدموا بمدينتهم يعني وماذا عن يعني كمشاريع ممكن احتضان لذوي الإعاقة كممكن شراكات مع مؤسسات تعنى في هذا المجال نعم صحيح أيضا ممكن إنه نقوم بشراكة مع مجالس أو مع خلال كل هيئات تمام من خلالها نقدر زي ما حكيت نأهلهم وندربهم ونوجههم للطريق الصحيح تمام لحتى أنهم يقدروا يقوموا بهذه الواجبات شيء كتير مهم بتأكيد يعني أستاذ تمام أيضا يعني لبلدية الكرم الكثير من الإمكانيات ولديها الكثير ممكن حتى من المرافق وبالتالي كيف ممكن استثمار هذه الإمكانيات حسب رؤيتكم الواضحة وحسب رسالتكم اللي أنتو اليوم عم تحملوها تحت شعار تلكرم تستحق التغيير نعم البلدية تملك الكثير من الأمور حاب أحكي عن إشي تخذ يمكن الكتل اللي ما اطرقتلوش مكتبة البلدية مكتبة بلدية تلكرم العامة أنا من طفولتي بعرف إنها من أحسن ومن روادها إحنا كمان من أحسن مكتبات البلدية على مستوى الضفة صحيح حتى أثناء دراستنا الجامعية إحنا كنا صدقا لما بدنا مرجع ما نلاقيه بمكتبات الجامعة نيجي نلاقيه بمكتبة بلدية طول كرم للأسف مكتبة بلدية طول كرم مع المجالس البلدية اللي إجت متتالي كتير أهملتها قللت من موازنتها التقليل الموازنة هذا أدى إلى أنه المكتبة ما تقدر تجيب الكتب أو تكون في بالإشراقة اللي كانت فيها مكتبة البلدية إحنا تربينا في مكتبة البلدية يعني صدقا يعني الأجيال اللي الجيلي أنا والجيلي اللي قابلي بعرف أهمية مكتبة البلدية ولابد من ذكر الأستاذ إبراهيم الشاعر صحيح إبراهيم زقوت مدير المكتبة يعني علم وعلم من الأعلام اللي كان فإحنا المكتبة إن شاء الله سنوليها أهمية كتير كبيرة ونرجعها زي ما كانت إضافة لأنه بحاجة إلى بعض النقاط تطويل الدوام مثلا لأن المكتبة بتسكر مع مثلا خروج الطلاب والموظفين من عملهم إحنا بنحاول نعمل دوام مسائي كانت زمان دوام مسائي يابل الانتفاضات كانت فيه دوام مسائي للمكتبة نعم بعدين غير عن تمديد عمل المكتبة ممكن إننا نسعى لإحداث قسم مكتبة إلكترونية رائع اللي هي كتب عن طريق النت نطولها إلكترونية هاي فالمكتبة العامة جزء كتير مهم من ضمن الأمور الثقافية فيه إشي تاني اللي هو المركز الثقافي اللي بني في ارتاح مهم وأوقف نتيجة مشاكل هذا بنا نسعى على إنه إعادة إعادة تفكير فيه يعني هو مبنى قائم مش مستغل في عليه مشاكل إنشائية بنا نحلها بنا نستغله في كل المرافض تفعيله هذا الأمر بجرنا لنقطة أخرى اللي هي مسألة الطفل والأم والهاي وجود المكتبة في عنا مكتبة أطفال إحنا من ضمن مكتبة البلدية هالسلام مانع إنها تكون هاي مكتبة الأطفال جزء من مركز من زي المراكز اللي في البلديات الأخرى مركز الإسعاد والطفولة هاي وجزء منها مكتبة أطفال يكون فيها حديقة يكون فيها نشاطات مختلفة غير القراءة ومن أنجح المشاريع صحيح يعني هذه نشاطاتها مش بس مكتبة ممكن تكون فيها نشاطات ثقافية مسرحيات ألعاب مسابقات للأطفال بتملي فراغهم بتملي قوائد إجازاتهم وهذا بساعد الأمهات برضو يعني أنت نما تلقي مجال لطفلك يبدع فيه أو يلتي في وقت إشي مفيد كتير بنعكس على الأمهات برتاحوا شوي يعني إضافة لوجود حدائق وهذه الأشياء بترك زميلة أيام يحكي عن هذا موضوع للحدائق وتطويرها نعم بالتأكيد تفضل بمهندسي أيام كنا نتحدث عن يعني خلق مساحات ومتنفس لأهالته الكرم لأنه هي ممكن تفتقرها في بعض الأحياء مع توسعها طبعا على الأطراف يعني بالتأكيد المساحات الخضراء جانب مهم من الجوانب المفروض يعني نتحدث عنها لأنه المساحات الخضراء هي اللي بتوفر الترفيه أول شيء للأطفال ممكن اللي هو الترفيه للأطفال في ظل طبعا المدينة بتعاني من الاحتلال وظروف صعبة فمن حقهم الأطفال أنهم يعيشوا يشوفوا بجالات اللي هو خلالهم تسهيلات الحياة اللي قدامهم من خلال إيش من خلال هاي المساحات الخضراء أيضا الحدائق يعني إحنا فطول كرم لو وجينا يعني شفنا الأمور اللي يعني تاب على مؤسسات حدائق تاب على مؤسسات منتزها البلدية وحاليا يعني زي ما بنعرف أنه الاهتمام فيه يعني شبه مع دوم نعم إحنا الأشياء الموجودة فيه إمكانية لإعادة التعامل معها وإعادة تأهيلها لحتى أو تهيئتها لحتى تكون قادرة أنها تلبح احتياجاتها ذول للشباب أو الأطفال تمام لحتى يلاكوا يعني مجال أنهم يرفوا عن نفسهم طبعا وقد تصبح نقاط جذب لغير أهل تول كرم يعني فعليا من خارج مدينة تول كرم مهندس أيام يعني مشكالية أيضا يعني وأزمة هامة من أزمات تول كرم ويمكن إحنا أجلناها للآخر لأنها بدها حديث يعني هام جدا من خلالك وكونك أيضا مهندس في تخصص الكهرباء أزمة الكهرباء في تول كرم يعني كيف فكرتم بهذه الأزمة وكيف ممكن وضعتم التصور لحلها أول شيء طبعا بحكم خبرتي العملية بمجال الكهرباء إحنا يعني بصراحة بنظري أنا كمهندس كهرباء بحكي أنه الإنسان اللي بيحكي أنه حل مشكلة الكهرباء على مدى قصير أو خطة طارئة قصيرة هو إنسان حالم ليش؟ لأنه الكهرباء عندنا في يعني أكثر من مجال يعني أو تصور ممكن من خلاله إحنا نطرح أو نحكي قضيته الآن أول شيء في عنا خطة خلينا نحكي قصيرة المدى وفي خطة طويلة المدى الخطة قصيرة المدى ممكن من خلالها أنه مثلا نوفر اللي هو طاقة شمسية للطاقة البديلة أيضا طاقة الرياح بالضغط على صوت الطاقة الإيجاد اللي هي طاقة الرياح طبعا طاقة الرياح زي ما بنعرف إحنا لدينا مساحات شاسعة يعني لتركيب طبعا في كتير ناس بيحكي لك أنه طاقة الرياح مكلفة أوكي مكلفة مادية بالبداية لكن إحنا بننظر لها المستقبل طبعا هي استثمار الشغل الثاني البعيدة المدى خلينا نحكي بدها من ثمانية تقريبا لعشر سنوات بدها من ثمانية سنوات لعشر سنوات تمام طبعا هاي بتم يعني خلينا نحكي وضع تفاصيلها بحساب معدل النمو للسكان ليش لأن احنا فعليا المدينة الطول كرم بدنا نحسب كم عدد سكان المدينة حاليا وكم عدد سكان اللي ممكن يكون موجود بعد عشر سنوات طبعا بمعدل النمو معين طبعا وحصائيات معينة تمام هذا الاشي بيوفر من خلال رؤية من خلال حين نقدر نوضع اخططنا ليش لأن احنا فعليا لما بزيد عدد سكان المدينة بدنا نزيد بدنا نزيد قدرة المدينة أو قدرة الطاقة الكهربائية لازم نزيدها فهذا الاشي بيكون حساب معدل النمو والسكان هاي شغلة الشغلة التالية المفروض يكون في عنا تغيير احنا بنحكي مثلا كثير بيحكي منا انه بدنا نركب خط ثالث او نشبك خط ثالث وكذا لكن هل نظرنا للخطوط الموجودة حاليا يعني هاي تساؤل الخطوط الموجودة حاليا المفروض تغييرها تدريجيا تغييرها تدريجيا لأنها خطوط مخترئة فعليا يعني احنا فعليا لما لما اجي انا بدي اوخد بدي اركب خط ثالث والخطوط الموجودة عندي فعليا فيها مشاكل طبعا ايش استفدت يعني اول شغلة المفروض تغيير الخطوط تدريجيا والخطط كل زيادة المحولات وتوزياء الاحمال هاي شغلة الشغلة المفروض المناطق اللي فيها احمال عالية المفروض يكون في زيادة ثمك للكوابل لأن الكوابل ما بتحمل خاصة في فصل الصيف يعني وزيادة الاحتياج على الطاقة الكهربائية ايضا احنا بنهمل كثير شغلات انه لما نعمل صيانة للشبكة ممكن انه فعليا نقدر نسترد 10% او ل15 حتى في بعض الابحاث من 10 ل15 بالمية من قدرة الشبكة احنا فعليا هل موجودة هاي الصيانة وشو طبيعة هاي الصيانة هاي الاسئلة كثير مهمة بالنسبة يعني لنا انه نسألها شو طبيعة الصيانة اللي بتتم تمام شغل اخرى انه محطات احتياطية لتوليد الكهرباء بالديزل المحاولات اللي موجودة حاليا وفي ايضا محاولات اخرى ممكن ان نستبدل المحاولات هاي محاولات اخرى تعطي اضعاف مضاعفة من القدرة الكهربائية على المحاولات هاي الموجودة يعني فعليا في حلول قصيرة المدى والحلول قصيرة المدى هاي اوكي ممكن تحلل لك بشكل مؤقت اه بشكل جزء لكن الحلول ما انا يعني احنا من الان يعني انا مهندس كهرباء ومشتغل احمال صراحة اعلم من الاحمال الموجود ماذا يطير كلم يعني مملكة الاردنية الهاشمية بعمان باربت في كثير مدن اشتغلت وكنت ك يعني صراحة استشارة في الموضوع احض وبعرف انه فعليا زي هيك مشكلة بدها حلول طويلة فاحنا واضحين صراحين يعني اه طبعا واضحين صراحين ما بنيجي منعطي حلول سحرية ومنعطي منحكي للمواطن انه والله احنا حنعطيكم لحل السحر لا فعليا لا انا واضح جدا من الان بحكي انه في حلول قصيرة وفي حلول طويلة تمام طبعا هذا هو الاشي الواقع الموجود في مدينة طول كرم بالنسبة للكهرباء فبتمنى انه ان شاء الله يعني ربنا ينعم عمدينة طول كرم بالنور طبعا بخطط بخطط فعليا مستقبلية تكون وخطط طارئة او خطط مستقبلية باذن الله ان شاء الله بالخبرات الموجودة وبالامكانيات ايضا الموجودة استاذي تمام يعني كنت بتسأل ايضا في سؤال اخير قبل الختام وقبل رسالتكم للمواطن الكرمي اليوم يعني النساء في المجتمع الكرمي كونكم في برنامجكم الانتخابي شملتم مختلف الفئات والشرائح المجتمعية فماذا عن النساء في برنامجكم الانتخابي طبعا النساء هم مش بس عنصر مهم هم العنصر الاهم لانهم النساء يعني مسؤولين عن الاطفال وزا احنا اه زي ما بقولوا النساء نصف المجتمع ويربوا النصف الاخر يعني فبالتالي هم الاهم هلا انا انظر الى المرأة على انها هي اساس العائلة يعني ازا انا ازا نظرت للمرأة او ازا انا عملت اشياء يعني تهدف الى يعني تاخد النساء يكون انهم جزء مهم من برامج المجالس البلدية انت هذا منعكس على الاطفال ومنعكس على باقي افراد العائلة يعني النساء ممكن انه زي ما قلتلك عن طريق زي ما اشار زميلة الحدائق هاي اللي موجود فيه اشي موجود اصلا البلدية نسعى الى انه نعيد تأهيله واشي مش موجود بنا ننشئه مراكز الاطفال اللي زي ما حكنا لك المكتبات مركز اسعاد الطفولة هادي يعني النشاطات هاي اللي بتهم الاطفال وبتهم الامهات مع الامهات اوجاد مساحات يعني مساحات للتنفيس عن الاطفال وعن الامهات هاي دولة الناس مضوطين بالشؤاء المغلقة وبالسنديق وبالسنديق هاي يعني الطول كرم مؤهلة انها تنعمل فيها حدائق طول كرم بلد ساحلة بلد حلو فمؤهلة الاشي المهم اللي بنا نحكيه الضواحي الضواحي مهملة في مسألة مراكز الاطفال والمراكز اللي بتخص فيه الملاعب يعني انا بهمني انظر لهدولا التجمعات السكانية الضواحي اني اعمل فيها مراكز مراكز تهم المرأة وتهم الطفل وتهم العائلة بشكل عام يعني مكان مريح للعيلة تقعد فيه آمن مريح وآمن للأم واطفالها يقعدوا فيه ساعات يلعب فيه الطفل الأم تكون مطمئنة يعني الطفل يكون مبسوط يقضي فيه مكان مريح آمن نظيف فهذه الأمور يعني احنا نتمنى انه نقدر نعملها وفي نفس الوقت انه نصلح المعمول يعني فيه اشي معمول احنا ما مننكره فيه مجالس عملات ما مننكره راح نعمل على اعادة تأهيله كل الاحترام يعني في الختام يعني مهندس ايام صدوق رسالة اليوم انت بتوجهها كمرشح لقائمة التغيير الدموقراطي للمواطن الكرمي اولا طبعا الانسان او المواطن اللي بدي انتخب المفروض يحكم ضميره احنا طبعا بنقدم اللي انا بنحكي انه احنا شكلنا قائمتنا من نخب تحت وعلى زي ما حكينا العنصر الناسوي الكفاءة والقدرة والريادة والادارة مثال على الاستاذ تمام ايضا الحكمة والخبرة ايضا التخصص جالب التخصص ايضا في عنا محاميين عنا تخصص في الحاسوب يعني قائمتنا تضم مختلف التخصصات ومختلف فيها تنوع يعني احنا ما حنكون كلياتنا مهندسيين ولا حنكون كنا اداريين لا فعليا لدينا تنوع وهذا التنوع هو فعليا اللي بتحتاج المدينة طول كرم واللي بحتاج المجلس البلدي فبنعمل ان شاء الله انه نكون عند حصن الظن المواطن الكرمي وبنعمل انه يعني نكون السلم اللي من خلاله احنا رح نوصل المواطن الكرمي لبر الأمام باذن الله مع مجتمع او مجلس بلدي نزيه يقوم بواجباته على افضل وجه يسعى الى الشفافية والمحاسب والمسائل ايضا تمام ويقدم للمواطن الكرمي بكل شفافية بكل شفافية يعني كل شيء ما يجري في داخل المجلس بلدي بما يخص المواطن طبعا طبعا كل الاحترام يعني استاذ تمام رسالتك اليوم للمواطن الكرمي هنا من اقمال انه يتشكل المجلس بلدي وهو اكيد رح يتشكل من عدة قوائم يعني انه يكون قائم على اساس التشاكر التشاركية التكامل الوحدوية نكون هدفه واحد بس اصلاح المدينة مصلحة المواطن بعيد عن الفئوية تكون قراراته مستقلة تكون قراراته زي ما بقولوها منشور راسه بس بالمشاركة مع المجتمع المحلي اه تكون بدون املاءات بعيد عن الحزبية والفئوية وبنفس الوقت انا بوجه كل المواطن انه احنا المواطن بالنسبة لكتلتنا ولا يمكن او اننا ننظر لك انك انت بسط انت خابي نجيبك على السندوق تحط لا انت لك حق علينا انت مواطن من حقك انك تستمتع بخدمات مريحة كاملة المواطن بدفع ثمن هاي الخدمات بالتالي من حقه انه يحصل على عائد منها على شارع سوي على اضاءة جيدة على نظافة منيحة لانه بدفع يعني انا ما بنك المواطن بدفع ضريبة نفايات وبدفع ثمن الكهرباء فانا بقول للمواطن انه حقك عنا اذا قصرنا في هذا الموضوع انك تحاسبنا انك تيجي تقولنا تعالوا وينكم اضافة لانه يعني نأمل نأمل انه احنا بديش احكي زي ما حكوا احدى الصديقات نعمل طول كرم سنغافورة لا مش راح نعمل طول كرم سنغافورة ولا يمكن نعمل طول كرم سنغافورة احنا نأمل انه نوصل لمدينة طول كرم مدينة قابلة للعيش المريح قليلة الشكوى قليلة المشاكل وحل المشاكل المطلوبة وان شاء الله نأمل منواطني ان نرقاكم يوم الانتخابات 26 3 على صندوق الانتخاب ورقم القائمة 5 وشكرا كل التوفيق ان شاء الله الاستاذة تمام الزرعي شكرا جزيلا لوجودك اليوم معنا وايضا المهندس ايام صدوق شكرا جزيلا وكل التوفيق ان شاء الله يعني كنا وياكم مشاهدنا الكرام بلمحة توضيحية حول قائمة التغيير الديمقراطي والتي تحمل الرقم خمسة والمتنافسة ضمن سبع قوائم على مجلس الهيئة المحلية في بلدية تول كرم بالتأكيد اللقاء في السادس والعشرين من آذار لهذا العام يوم السبت لليكون يوم الحسم في مختلف بالتأكيد محافظات الوطن كنا وياكم بهذه الإطلالة الخاصة مع قائمة التغيير الديمقراطي الرقم خمسة بالتأكيد هذه التحيات أنا هبا مصطفى والزملاء في فريق العمل فادي بدير براء عمر يعطيكم ألف عافية نلقاكم إن شاء الله على المحبة والمودة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر